أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من مخيم الجنزون محاوط رعب الله القدس الشريف فلسطين أنتقل بكم مباشرة إلى هذه القصة التي حصلت مع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ولكن قبل ذلك صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزيدوا عليه صلاة في هذا اليوم الفضيل جاء ثلاثة أحبار من اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقالوا له سوف نسألك ثلاثة أسئلة إذا أجبت عليها فإن سيدك محمد على حق فإن سيدك محمد هو صاحب الرسالة فإن سيدك محمد هو سيد البشر فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لا أعلم عمر بن الخطاب الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين الرجل الثاني في الدولة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا وقائنا ومعلمنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام الرجل الثاني عمر بن الخطاب يقول لا أعلم وهذا درس للشيوخ هذه الأيام درس للشيوخ هذه الأيام وعلماء هذه الأيام الذين يفتون بكل الأمور فإذا ذهب أحد الأشخاص وقال لأحد هؤلاء العلماء أنا طلقت زوجتي هذا اليوم فيقول له ادفع سبعين دولار سبعين شكل عشر دولار بأية عملة في الدول العربية والإسلامية فيقول له ادفع هذا المبلغ واذهب لزوجتك وقل لها لقد أرجعتك إلى عصمتي حسب كلام الشيخ الفلاني والعلامة الفلانية أين أنتم سيدنا عمر الرجل الثاني الفاروق رضي الله عنه الذي يقول لا أعلم وفي هذا الموقف كان هناك صحابي من الصحابة جالس عند سيدنا عمر رضي الله عنه وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال والله ما لكم إلا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه الذي قال عدو نصول صلى الله عليه وسلم أنا العلم كله وعلي بوابة العلم أنا العلم كله وعلي بوابة العلم فذهب صلى الله عليه الفارسي إلى علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه أبا الحسن والحسين زوج فاطمة الزهراء كان بالله وجهه دو السيفين فقال له يا علي يا علي الحق صاحبك قال من؟ قال عمر بن الخطاب فقال له باذا تقول يا سلمان قال اذهب صاحبك فقد جاء إلي ثلاثة من الأحبار وسألوه ثلاثة أسئلة ولكنه قال لا أعلم الحقه يا علي فسيدنا علي رضي الله عن لبس عمامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبس عمامة النبي رداء النبي الأخضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا وطبيبنا وقائدنا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة والسلام والله ما خلقت الجن والإنس وما خلقت الكون يقول الله سبحانه وتعالى إلا من أجلك يا محمد فصلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمة كثيرة فذهب سيدنا علي مسرعا إلى مكان وجود عمر والثلاثة أحبار اليهود وقال اسألوني فأنا أجيبكم فقام الحبر الأول اليهودي وقال له أسألك يا علي من هم الخمسة الذين لم يولدوا في الأرحام الذين مشوا على الأرض ولم يولدوا في الأرحام فقال علي الأول هو آدم أما الثانية فهي حواء والثالثة هي عصى موسى والرابعة هو كمش إسماعيل والخامسة هي ناقة صالح فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسلم هذا الحبر اليهودي في هذا السؤال أما الثاني الحبر الثاني اليهودي فقام وقال أسألك يا علي من هو الذي أنظر قومه ولم يكن من الجن ولا من الإنس فقال علي ابن أبي طالب قرم الله وجهه نملة سليمان النملة النملة التي ذكرت في صورة النملة وقال الله سبحانه وتعالى عن النملة ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده فهي النملة التي حضرت قومها من جنود سليمان وهي ليست من الجن وليست من الإنس أما اليهودي أو الحبر اليهودي الثالث فقام وقال يا علي أسألك من هم الفتية الذين كانوا في الحقبة وناموا ثلاثة مئة عام فقام سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجه نقول كرم الله وجه لعلي ابن أبي طالب لأنه لم يسجد لصنب هو الصحابي الوحيد وهو أول صبي طبعا وهو أول شاب وصبي آمن بن رسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأي صنب لذلك سمي بكرم الله وجهه فقام وقال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه إنهم فتية آمنوا بالله سبحانه وتعالى إنهم أصحاب الكهف إنهم أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فقام الحبل الثالث وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله فأسلم الأحبار اليهود الثلاثة على ين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أو كرم الله وجهه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء نتعلق بالقرآن وكل شيء نتعلق بالسنة النبوية ها هم الصحابة رضوان الله عليهم فما نحن أين نحن من هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عمر بن خطاب عثمان بن عفان ظن ريد الذي تزوج إثنتين من بلات الرصول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم والله لو عنها ثالث لم تكن بتزوج نزوجتك إياها يا عثمان وعلي هذا الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين كرم الله وجهه كان علي بن أبي طالب كرم الله وعجهه من يعني كبار الناس الذين أو الصحابة الذين يعلمون بالدين وبالقرآن وبالسنة اللهم يا رب العالمين اجعل القرآن ربيع قلوبنا وفرج همنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور مصري وذهاب همي وجلاء حزني يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم اكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى وشربنا من يديه شرمة ماء لا نضمأ بعدها أبدا أقول في ناية هذا اللقاء من هنا من مخيم الجلزون من القدس الشريف محافظة رب العالمين القدس الشريف فلسطين الحبيبة انتظروني بإذن الله تعالى في قصة أخرى عن قصص الصحابة رضوان الله عليهم وهي قصص كبيرة جدا نتعلم منها نحن الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على النبي الذي بكى شوقا لرؤيتنا عليه الصلاة والسلام فنحن أحبابه والذين كانوا معهم هم أصحابه رضوان الله عليهم انتظرونا أيها الأحباب أيها المتابعين الكرام في قصة أخرى بإذن الله تعالى لكي نتعلم من الصحابة رضوان الله عليهم ومن القرآن الكريم ومن الصنة النبوية أشياء كثيرة نستميذ منها وكل عام وعنتم بألف خير لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ووضع اللايك وأشكركم جزيلا شكرا لساعة صدركم انتظرونا وإلى اللقاء